في شوارع الخرطوم وأم درمان وغيرها من المدن والقرى السودانية خرجت جموع المتظاهرين لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة للمدنيين التظاهرات الحاشدة جاءت استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير من أجل الضغط على المجلس العسكري والتأكيد على مدنية الدولة في السودان والمطالبة بالقصاص لمن قتلوا منذ بداية الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير وعلى الرغم من عمليات القمع الأمني التي خلفت عددا من القتلى والجرحى في بعض المناطق إلا أن ذلك لم يثني المتظاهرين عن مواصلة حراكهم ومحاولة التوجه نحو القصر الجمهوري ومقر قيادة الجيش في الخرطوم نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان حمدتي لم يفوت المشهد ليظهر وسط حشد من أنصاره محذرا من قناصة مجهولين يطلقون الرصاص على المتظاهرين وقوات الأمن مؤكدا في الوقت نفسه أن المؤسسة العسكرية تمثل جميع السودانيين وأنها ليست جزءا من الخلاف الدائر في البلاد تصريحات رد عليها تحالف الحرية والتغيير بالقول إنه إن صح حديث حمدتي عن وجود قناصة فإن مسؤولية المجلس العسكري حماية المتظاهرين بوصفه السلطة الحاكمة في البلاد سياسيا قال الناطق باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي إن المجلس سلم مبعوثي لاتحاد الإفريقي وإثيوبيا وثيقة تتضمن الرد على مبادرتهما المشتركة لحل الأزمة في السودان مضيفا أن المبادرة تشكل قاعدة ممتازة للتفاوض بين أطراف الأزمة وبينما أعرب كباشي عن أمل المجلس في حل سياسي شامل لا يقصي أحد وفي أقرب وقت وتحت مظلة الاتحاد الإفريقي وبالتنسيق معه قالت مصادر في قوى الحرية والتغيير إن المبعوث الإثيوبي أبلغهم برغبة المجلس العسكري في التهدئة والشروع في التفاوض وبحسب محللين فإن تظاهرات الأحد برغم محاولات منعها ثم قمعها أعادت حيوية الحراق الشعبي إلى المشهد السوداني وفرضت واقعا جديدا ربما لا يجد المجلس العسكري بدا من التعامل معه بقدر من المرونة التي تدفع في اتجاه نجاح الثورة السودانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر